طيب يعني بعد ست سنوات من وقف إطلاق النار وقعت إسرائيل ومصر على معاهدة السلام برعاية أمريكية كان أيامها هنري كيسينجر وزير الخارجي الأمريكي وكان تقريبا يعني هو المسؤول عن ملف الشرق الأوسط باعتباره وزير خارجية ولكن ليه مقولة أنه كان بيعتقد دايما أن إذا ما أريد لأي مفاوضات أن تنجح فلابد من أن تكون سرية يعني عايزين نتحدث عن الدبلوماسية السرية وكيف يمكن أن تنجح عمل مثل ما تم يعني شوفي برضو يعني الدبلوماسية السرية برضو لفظ ما أعتقدش أنه موضوعي لأن شوفي بالذات قضية زي قضايا الشرق الأوسط هناك من المزايدين يعني أنت مصر تقولك هعمل كذا مصر تقولك لا إحنا كنا نقدر نعمل أحسن من كده مئة مرة مصر تقولك أنا أوقف القاعدة يقولك لا إحنا نحارب حتى آخر نقطة من دمنا مصر تقول كذا فبالتالي يعني الحفاظ على خصوصية التفاوض خصوص على حفاظ بيحمي المفاوضات من المزايدات فده يعني أعتقد إنما كلمة سرية يعني الاتفاقية السلام معروضة وموجودة عند أي حد يحب يطلع عليها وفي ناس يقولك بها طبعما كان هناك سرية أثناء التفاوض قبيل معاهدة السلام؟ أثناء التفاوض يجب أن يكون هناك أنا مش عايز أسميها سرية أقولها عليها خصوصية يعني من غير المطلوب أن أنت كل عرض تقدميه يعني التفاوض ده فن وعلم يعني أنت بتقدمي خطوات وبتقدمي مبادرات بناء على دراسات وبناء على معلومات من بقى هو خارج إطار هذه الدائرة؟ من الصعب إنه إحنا شفنا اللي حصل بتاعدى مصر وبتاعدى طردوا مصر من الجامعة العربية بتاعدى أنقلوا الجامعة العربية من القاهرة إلى آخر هذا الكلام ما دي كانت المزايدات فكون أن أنت بتحمي نفسك من المزايدات والمزايدين ده